يو مثلا اليونت تو انذا كيتشن بدي انا ازله هون فيديو بروع على ادراج ارتباط بدي احكيه لانه هذا الفيديو احضره طبعا لازم اجيب اللينك طبعا اللينك عندي جاهز هايوهان فيني اختر اي فيديو تاني انا بديه مثلا على هذا البرد هذا الفيديو عفوا بحط كوبي عفوا وهان بحط النص بدي احكي ان ذا كيتشن في المطبخ وحط ادراج تلقائيا راح يصرفي عندي هانا ان ذا كيتشن وفيني انزل كمان صور هانا برفق صورة كمان اذا بدي هاي بهتحت عندي الفيديو بدي ارفق صورة كمان مثلا تحكي عن الفود عن الاكل هاي موجودة عندي في ملف عفوا بنا نختار هدا الملف اللي موجودة منه بدنا نروح عشان نكون كل شغلنا مرتب عالصف الثاني الفصل الاول الوحدة الثانية وهاي في عنا صورة مثلا ندرج له اياها وبقدر يشوفه هو الطالب ونغير مكانها والى اخره هاي عندي اياها طبعا انا بدي اصغرها بدي اكبرها هذا الاشي برجاع الي عشان ارتب صفحتي تكون مرتبه تحطها جنب اللينك انا هيك فالطالب لو دخل على الفيديوهات لو كان في الاختبارات لصفة دي ما حتطلب ولا اختبار رو رو على الفيديوهات رح يلاقي في عنا هون فيديو مواد اثرائية فيه انا نزل ورقة عمل جديدة هو يعملها افرد اخي نزلكم ورقة عمل وركشيت اوكي اه طبعا ننحط رو على ادراج ملف من درج هذا الملف هاي في عنا مثلا ورقة عمل هاي عندي هاي عن كلمات الوحدة وبنزله اياها هان تنزل بضغط عليها وبفتحه هو بحل الطالب لو انتبهنا هان عند المواد الاثرائية هاي صارت موجودة الواجب فيش واجب انت يعني حسب كل انت الاستاذ شو بحب يحط للطلب هيك انا تقريبا بكون جهزة تفتر علامات ملاحظات للصفوف والطالب هنا في خانته بقدر يحط تعليقات ويجاوب لكن عند الاستاذ ما بيقدر هلا عشان اوارجي شغلي للمعلمة احنا هون عملنا مساحة بنقدر هلا بنفس الطريقة بننقص شو رح نعمل رح نعمل قص بنرجع نستخدم نفس الاداة اللي سنبينك تول بنفتحها من هانا قلنا انا لستها جاهزة مفتوحة عندي هان بنحط على نيو بعمل قص لهاي الشاشة اني اعملت دفتر ملاحظات واستخدمت مساحة التعاون وبسيبها وبكتب ملاحظات واحد بنحط سيب اوكي كمان بدي اوارجيها لاني عملت مساحة خاصة للأستاذ لو رحنا عنده الأستاذ دخلنا على الخطط رح لاقي اني اعملت صفحتين خطط سنوية وخطط يومية برضو بدي اقص هاي الصفحة وهاي قصيتها طلعت لي هان فبدي اسيبها اسميها ملاحظات اتنين هاي ميم اتنين عشان ما ضناش نكتب ملاحظات اوكي برضو عملت تحليل محتوى فصل اول وفصل ثاني بدي اقصها وهاي قص وحفظ ونسميها ميم ثلاثة اوكي برضو انا شو كمان عملت عملت للطلاب اربع خيارات بقدر هو يشوفها لو دخلنا على احمد بهاء رحنا عند الفيديوهات رح نلاقيه هون احنا نزلنا له فيديو بنا نقصها شو ما عملت قص وابعتها للتربية في ملف اللي رح نزله هلا على الواندرايف هاي كمان ملاحظات اربع حفظ كمان عملنا مواد اثرائية ويركشيت بنا نقصها نيو بنضلل الصفحة اللي بدنا نقصها وبنحط ملاحظات خمسة عفوا ملاحظات خمسة اوكي هيك انا بكون عملت طبعا هو قابل للتعديل في اي وقت هيك عمل دفتر ملاحظات وهيك بكون جاهز تمام فينا اسمي هان دفتر الملاحظات صف الثاني جاهز هلا الصور اللي انا صورتها بدي اروح على ارجع على واندرايف نرجع على واندرايف احكينا المدخل عادي ايه الواندرايف من الاوفيس وبنحط الباسورت بنا ندخل على اكونة الواندرايف بدي ارجع كمان احمل مجلد جديد اسمي كمان مهمة خمسة هاي لكن دفتر ملاحظات وبنفس الفكرة بدي ادخل عليها حاليا واحمل الصور اللي قصيتها تحميل ملفات سميناهم احنا ملاحظات هاي ملاحظات ملاحظات ممكن انت تنزلهم واحدة واحدة او تمسكهم وتنزلهم كل ايضا وهي ملاحظات هاي تحميه الخمسة بعد ما ارفقت هدول الخمس ملاحظات وعلى النهاية بنحط الرابط الجديد واحنا عملنا حاليا دفتر ملاحظات مقسم لمحاور قسمنا بتحطوا بايانات كمهان وبنعمل ارسال وهيك بنكون خلصنا من المهمة الخامسة بتمنى تكون واضحة للجميع واستفدتوا منها بيعطيكم العافية